مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها اعلان كتالونيا استقلالها عن اسبانيا او انها اصبحت دولة كتالونيا طبعا فجئنا انه الدول الاوروبية المتقدمة بتحول انسان وحق تقرير المصير ايه ما بنعتريش بحق تقرير المصير يعني برلمان حكومة كتالونيا هذا الاقليم الذي كان في اسبانيا حكومة منتخبة شرعية وبرلمان منتخب وعمل استفتاء شعبي اه يعني الاسبان حاول الدخل فيها لكن النتيجة في الاخر انفصال فهنا شعب كتالونيا يريد ان ينفصل ويؤسس دولة مستقلة له على ارض كتالونيا بتاعته وفقا للنظريات اللي هم ظلوا يدرسونها لنا حق الشعوب في تقرير المصير والذي قال هذا الحق هو الرئيس الامريكي ويلسون في 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى يعني امريكا اليوم المتحدثة باسم الخارجية الامريكية خرجت وقالت لا نعترف بحق تقرير المصير لكتالونيا ليه يا ستي مش انتو امريكا اللي الرئيس بتاعكو ويلسون من 1919 قلتو حق تقرير المصير للشعوب المختلفة حتى للي رجع صور صورة 1919 لما نعد حلقة وطيقية عن ذلك بيزاو ان شاء الله هتجد الشعب المصري المسلم خرج يحمل اعلام امريكا من اباريك قدقين اللي كانوا خارجين في صورة 19 مغفلين وما الهي الصورة فشلت ليه واللي بعدها واللي بعدها ولذلك محاولات استخفالنا لا تزال مستمرة حتى اليوم من خلال قنوات وتضليل وانفق ضخ وامريكا هي اللي عملت تقرير المصير في جنوب السوداء وامريكا هي اللي عملت تقرير المصير في كردستان العراق وامريكا هي اللي عملت تقرير المصير في اندونيسيا وفصلة اقليم تقريبا اسمه اتشي جعلته دولة للمسيحيين طيب ما تعمل تقريب المصير لكتالونيا كتالونيا مالها يعني شعبه مستقله شعبه اوروبي لا اربيين ولا مسلمين ولا حاجة خالص قاله ابدا مفاده هذا مفاده هذا انه لا يوجد شيء اسمه حق تقرير المصير على فكرة في الاسلام مفيش حاجة اسمه حق تقرير المصير ولا في المسيحية ولا في القانون الوضعية ولا في اي قانون في الدنيا يعني ما ينفعش مثلا في الخلافة الرشيدة تيجي العراق تقولي سيدنا وقر الصديقة نعمل حق تقرير المصير باش تيجي اليوم تقولي سيدنا وقر الصديقة نعمل حق تقرير المصير باش كلام ده باش كان ده خالص ولا يعني اللي بتعمله اللي بعمله الحكومة الاسبانية اللي هو رئيس وزارة اسبانيا انه هو حل حكومة كتالونيا وانه سيطر على الشرطة وانه حل البرلماء وانه بيضع يضع على الاقليم وهيعمل انتخابات تجيب نتيجة شوف الكلام هيعمل انتخابات تجيب حكومة مؤيدة الاسبانيا لو جات معارضها هنحل تاني ومقالش جدا انما طبعا ما انت عندك حكومة منتخبة اصل وهذا الامريكا لم تسمح به يعني امريكا قبل قبل ذلك في اه لما الجنوب الامريكي جاء انفاصل وحصل الحرب الامريكية الشمال الامريكي قالك مش حاجة يسمع حق تقرير المصير مفيش حاجة يسمع حق تقرير المصير يا جماعة انما حق تقرير المصير هذا كان وسيلة للاستعمار لتقسيم البلاد الاسلامية والبلاد المعادية له يعني امريكا عاوزة تقسم السودان تقول حق تقرير المصير عاوزة تقسم العراق تقول حق تقرير المصير تقسم اندريسي تقول حق تقرير المصير طب الرئيس الامريكي في 2019 لما حق تقرير المصير كان بقول حق تقرير المصير ليه لانه كان الامريكان يريدون انه هما يقضوا المستعمرات البريطانية فقالوا حق تقرير المصير وعموا دولة اسمها جورجي على عدد تركيا الان ودولة اسمها ارمانيا ودولة مش عارف اسمها ايه وهكذا والتحدث في دولة امريكاية لكايوان هل ستستقل لكتالونيا كتالونيا ستستقل الاجابة لا لماذا لان العبرة ليست بالاستفتاءة ولا بالانتخابات ولا بالبرلمان المنتخب ولا بالحكومة المنتخبة العبرة بالقاعدة التي قالها ابن خلدون هي ان الدول تؤسس بالسيف لا فيش دولة تؤسس بالسفتاء ولا بحق تقرير المصير ولا بالكلام العبيت لا بلا الدول تؤسس بالسيف دي قاعدة ابن خلدون ولهذا الكلام قالوا من مسعود برزان رئيس قليم كردستان العراق لما جي يعمل الاستفتاء قال ايه قال الحدود ترسم بالدماء مش بالمفاوضات ولا بالتفاومات ولا بالاستفتاءات الحدود ترسم بالايه بالدماء واذاك لما انت تنظر في حدود مملكة السعود اللي بيسموها السعودية الان دي كلها حدود حرب حدود عسكرية لما تيجي تنظر لحدود اي دولة حدود تركية حدود عسكرية ده الجيش العثمان هو ايه هنا حدود امريكا نفس الحكاية اي حدود هتلاقي كلها حدود المانيا ده المجتمع ومسائل حربية كلها حتى لو ما نقسموا المانيا ما حدش تشاري الشعب الالماني نقسمها ولا نحات نفس الموضوع انت نظرت على الخرائط هتجد كلها حدود حربي حتى لما هما بيجي يعملوا تقسيمات حدود لو البريطانيين كانوا بيستعملوا نفس الحكاية طيب هل الشعب الكتالوني مستعد ان يرسم حدوده بالدماء هو ده السواء ان كان الشعب الكتالوني مستعد لدفع هذه الفاتورة هيصبح دولة غير مستعد هيظل مستعمرة اسبانية طيب العجيب في استفتاء كتالوني ايه ان هو بدء من وراء بدء من الاخر يعني ايه لما تيجي تشوف حق تقرير المصير اللي عملوه بتاع كتالونية تلاقيه عكس حق تقرير المصير اللي عملوه بتاع جنوب السودان عكس تقرير المصير اللي عملوه بتاع كردستال العراق عكس تقرير المصير اللي عملوه في اتشيفة اندونيسي كيف ها في جنوب السودان الشعيين اللي عم النصارى وقبائل الواتنية وكذا كانت حركة شيئا بالاساس عملت ايه انشأت القوة المسلحة الاولى يعني عملت جهاز مخابرات اولى يجمع المعلومات عن العدو بتاعه عن السودان نفسه ثم انشأوا قوة يعني خليباك بدأت الحكاية بايه اديولوجيا ان احنا لسنا عربا ونريد الانفصال لسنا عربا ولسنا مسلمية اديولوجيا والاديولوجيا هي التي تؤسس الدولة يعني اي دولة تنشئ حول فكرة اديولوجية تمام طيب فالاديولوجيا كان هم اديولوجيا هم شعيين ثم السمخابرات ثم اسسوا سلاح قوة مسلحة ثم عملوا تقرير المصير حتى تقرير المصير في السودان عملوا ايه خلي بالك الاتفاقيات انسحب الجيش السوداني اولا من جوبا وكل جنوب السودان ثم جاء تقرير المصير لمرحلة لاحقة فتقرير المصير ده مش هو اللي انشئ جنوب السودان خطأ تقرير المصير ده مسألة كاشفة لاستقلال قائم استقلال تم بالقوة المسلحة طول ما امرأ من امريكا وامرأ من اسرائيل ساعدتهم بالسعودية قال سعود كانوا يمدوا جنوب السودان بالسلاح مقابل المسلمين في شمال السودان المهم انا ما بقيمش ايه انما ان فيه قوة مسلحة ان كانت اسرائيلية امريكية سعودية هي التي جعلت المسيحيين والوثنيين في جنوب السودان ينفصلوا عن السودان المسلم فطردوا الجيش السوداني اولا ثم جاء تقرير المصير ده مسألة شكلية كردستان العراق نفس الحكاية هنجد انه التنظيمات الشيوعية الكردية الملحدة طردت الجيش العراقي في عدد صدام اولا وجاءت امريكا وبالخط العرض بشعب 32 ايامها في ذلك الوقت وقال لك ممنوع طيران وهي كده وفرضوه فهنا قوة مسلحة قائمة سبقت تقرير المصير تقرير المصير بقى جي بعد كده ايه كده او زيك لما هو لما كردستان العراق عامل تقرير المصير واختلفوا كاركوك فين ما الذي حدث جاءت قوات المجووس على طول هبش اتاخذ الكاركوك فيش مفاوضات الواب الفوتش ايش عايز ايه ايه انت عبيض الحدود ترسم بالدماء الدول تقوم بالسيب انتم الناس مغفرية طبعا مسألة كاركوك لا تخلو من مسرحية انه امريكا هي الموافقة على ان كاركوك تخش ضمن دول العراق اللي هي العراقي المجووسي لذا رأيت انه عن اخذنا المناطق المتنزع عليها معぁ كردستان العراق طب ايه كردستان العرق دا مش ارض عرقية اباردي عرقية طب انت حكومة العراق المجووسية ما بتخشش تاخدها ليه لان امريكا تلامت هتخشش طب قوات البشماركا والاقوات المليشيات الكردية المسلحة لماذا لم تحارف في كاركوك طب والتنين ما حاربوش ليه كله مسلحية يعني حكومة العراق المجوسية هي خائنة للمجوس نفسه وماشي ق nowhere والحكومة الكردية واللي عام نفسها حكومة على الاقراض ايضا حكومة عميلة خائنة الاقراض يعني مش ان احنا قفتون مقفت هي بتكون المجوس نفسه وكله مشي دا عميل لامريكا ودا عميل لامريكا واحنا بنتصرف في حدود الايمالة يا جماعة ده الخلاص القص اندونيسيا يعني حدث فيها شبه مشابه لما نأتي بقى في بتاع كتالونيا استقلال كتالونيا نجد انه حكومة كتالونيا وبرلمان كتالونيا مشوا على العكس بقى من وار ازاي لم يطردوا الشرطة الاسبانية اولا من كتالونيا لم يطردوا الجيش الاسباني من كتالونيا وما اللي عملوا عملوا استفتاء تقرير المصير واعلنوا الاستقلال حق تقرير المصير ويريدون ان حق تقرير المصير هذا هو الذي يؤسس لهم دول فعرف القانون يسموها قرار منشئ وقرار كاشف ففي تقرير المصير في كتالونيا قرار منشئ وما عايزين بناء على الانتخابات اللي عملوا هدية والشوية الورق في صندوق الاقتراع ان يؤسسوا به دول ده عبط لكن في جنوب السودان هما اسسوا الدولة بالسلاح وجاءها تقرير المصير كقرار كاشف هي الدولة موجودة اصلا زي ما الصهينة كده الصهينة عملوا ايه اسسوا الدول العقيدة الصهيونية اولا واحدين المخابرات الصهيونية والقوة المسلحة او الجيش الصهيوني وفي اخر حاجة خالص قال لك الاستقلال لذلك اقليم كتالونيا انا اعتقد انه لن يتبكى من الاستقلال او لن يخرج ذلك للنور ليه؟ لانه مفروض الانتخابات والكلام ده كلها جماعة دي مصرحيات يعني الانتخابات المسرحات مش معنى ايه ان هي دحكة عن الناس لا الانتخابات تجرى في ظل قوة عسكرية تحميها يعني انت عشان تعمل مسرح يعني لو انا صور مشهورة هو خدت الاصحاب وكده المعارضين للسيسي مثلا لنقلاب العسكر الصليبي في مصر وذا ابنا على مسرح في مصر نعمل مسرحية ايه اللي هيحصد؟ نعمل مسرحية يعني يعني بنشتم في سيسي بجد يعني هيجي ما بحث امن الدولة ولا الشرطة ولا كده يقتلونا مش كده؟ انها لو الرئيس مرس موجود لا نعرف نعملها ليه لان في قوة مسلحة بتحميك فالانتخابات التي تجرى اولا بيحدث الحسم العسكري المسلح للنزاع اولا يعني انت في جنوب السداء حسمت عسكرية في العراق بتحسم عسكريا في مش عارف فين في فلسطين اليهود حسموا عسكرية بعد ما حسموا عسكريا بتأتي الانتخابات بقى في حدود الذي حسم فيه عسكرية فبنقول مصرحة بمعنى ان احنا متفقين مسبقا من الذي سيفوز في الانتخابات يعني في امريكا في نظام رئيس مالي قائم بالقوة المسلحة في امريكا ولا يسمح لحزب الشيوعي ان يوجد او يفوز اصلا اللي لا يوجد وممنوع وتبشر التعتمي في السجل وممنوع يخش انتخابات وممنوع كل حاجة ففي قوة عسكرية مسلحة بتقول هلا نظام رئيس مالي ما حد يجي ناحيته واحنا متفقين مسبقا على نتيجة الانتخابات وهي انه يجي رأسماليين ديمقراطيين يجي رأسماليين ايه جمهوريين وده اللي كانوا في مصر العلمانين بيقولون مبادئ فوق الدستورية وقول لك والله انتو كشعب مش من حقيقة انتخب واي حد لا ده فيه صندوق انتو احنا لابد وده اللي كاتبه عازم انتون بشارة في كتابه بطورة مصر اللي سعب فتحه باقي المجموعة يعني بتروج لفجرة عازم انتون بشارة انه الانتخابات تجرى تحت صقف يعني احنا النهاردة دي دولة مش هنعمل النهاردة احنا انتخابات تجيب اسلامي لا بكرة تجيب علماني بكرة تجيب اخواني بكرة تجيب مش عارف جهادي لا ده احنا بنحدد بالاول بالقوة العسكرية المسلحة ان هذا نظام علماني ولا يسمح الا بانتخاب اللي يسمح الا العلمانيين بدخول هذه المعركة انت فاهمين ايه وده اللي احنا وده برضو موجود في النظام الاسلامي يعني ما هو هابوس الامريكان بيعملوا المنظومة دي موجودة لكل يعني بيعملوه لان احنا مثلا في الشريعة الاسلامية لا يجوز ان يحكم المسلمين الا مسلم فمينفعش واحد مسيحي ييجي ترشح ويبه رئيس الدولة ده محظور في الشريعة الاسلامية وده في الغرب كده ان دي بلاد مسيحية ما يفعش يفوز الا مسيحي وان سامحوا ذات مرة بمسلم ولا كده بيبع من باب ايه الديكور وكده وبشلو وشوفنا انا شرحت زيك بحلقات سابقة يعني مفيش وقت حتى لوش مكتوب مع فعول بيه حتى بقى فيه تضيقه على المسلمين في مسائل العقيدة والحجاب والحجاب مسائل ملاش حتى بالسياسة يعني حجاب واحد لابس عجاب مراش شخصية يعني مفاده هذا كله مفاده هذا كله انه القوانين وحق تقرير المصير والاتفاقيات الدولية وكام ذا كله حبرة على ورق يعني كل كتب القانون هي حبرة على ورق والله العزوز اكلمكم كده وانا واحد يعني اشتغلت في المحاكم لفترات طويلة وقابلت كبار القضاء والمحامين والبتاع والبنائب العام والمشارفين وفي الاخر وكل هذا يعني وقرأت في كتب القانون والقانونيين والبتاع كل القانون ده حبرة على ورق ولا ينفذوا منه شيء حتى هم في الاخر الاحكام تزيل بالصيغة التالية حاجة اسمها الصيغة التنفيذية يعني احنا اصدرت الحكم الحكم ليش لازم خلي بالك المحضر هذا قد يصدر حكمه يجي موظف في الحكومة يحط اكل شيء كده يقولك ايه خد على القوة التي يناطبها التنفيذ ان تبادر ايه على ايه على القوة يعني فيه كلمة اعلى من حكم القضاء اللي هي الايه القوة على القوة يعني القضي ينضي مش اخر حاجة كلمة القضي لا المحامين عارفين هذا الكلام ولو انا غلطة حد يطلع يقولي حكم القضاء بيطلع ولك حكمة المحكمة بكذا ويوم القضي في لان تيك ويضي امضيته لسه فيه بقى حاجة هدي اعلى من القضي اللي هو مين موظف الحكومة موظف الحكومة اللي هو القوة الشرطة الحكومة الشرطة قوة تحط اكل شيء على القوة التي يناطبها التنفيذ ان تبادر الى تنفيذه متى طلب منها ذلك اللي هو اصحاب الشأن يعني ولو بالقوة لو بالقوة الجبرية انما الحكم غير القوة ولو تتنعريفة لذلك لما حصل عندنا القرارة العسكري في مصر قال الرئيس مصر قال الدستور قال انتخابات قال اه امريكا انت مش بتاع حوى انسان قال لو احنا حوى انسان ايه وبتاعه كلام فاضي انت عبيت يا ابني كل هذا الكلام طلع وهم في وهم في وهم القانون اللذي يحكم الشعور مش القانون الدولي انا حتى احنا كنا في كلية اعلام جامعة القيارة فكان بدرسنا القانون الدولي الدكتور احمد بالوفا فدرسنا في كتاب القانون الدولي كده قال نفتحه ولات صفحة 18 فتحت الفقرة مش عارف كده قال لنا ايه القانون الدولي كله وموناطم مناثرة القوي وظلم الضعيف قال ايه هو هذا القانون الدولي وبعد كده بقى هنعود بقى ندرس لكم يعني القانون ده كله فعلا يعني هو انت فين الديمقراطية في مجلس الام لما خمس دول بتوقف مئة وتسعين دولة هي فين الديمقراطية نظام الدولة ناسه مش ديمقراطية ولا بيعترف بالانتخابات اصلا وبيعترف بالقوة امريكا معاها نووي روسيا معاها نووي مش حايف من معاها نووي احنا خلاص يلا يا ولادي كتير بقى انتخابات بلا بتاع ايه حاجة بيه حاجة ده الشعر الجاهلي قال له ايه بغاة ظالمين بغاة بغاة ظالمين احنا ناس مفترين ولاد ستين في سبعين وده فرق العرب في جاهليات انهم كانوا صدقين يعني الامريكان هم بغاة ظالمين ولكن يقول لك احنا نريد نشر الحرية والعدالة والديمقراطية والانتخابات وهم طبعا شغلين دبحة وسرقة في العالم كله انما الرجل الجاهلي العرب كانت امه صديقة حتى ابو شفيان لوزعيم الكفار لما دهب الى هرقل وهرقل بقى ارسله يستدعي يسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكذب على هرقل وقال حتى لا يقول العرب ان ابو شفيان كذب تخيلوا فالراجل الشعر يقول ايه بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين ملقنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة وده لالامريكان طبقوه يعني احنا احفاد هذا الشعر العرب احنا نطبق نهوش الان لا نطبقه ده هو بقول لك احنا بنظلم غير نظلم احنا بقى بنظلم وحتى ما ناخدش حقنا ولا عاوزين ناخد حقنا ولما يجي حد ياخد حقه لما يجي حد ياخد حقنا نطلع نشتمه ونطلع وروح لجميعين ابوه فالامريكان هم بيطبقوا الايات الشعر بالزبط والعالم الغرب والصين وروسيا وكذا طبعا احنا جاء الاسلام ورافض مسألة البغي والعدوان والظلم لا ان انت تاخد حقك لكن لا تضمن وده عظمة الاسلام لكن العالم كله بيحكمه هذه القانونة انا طبعا في ذات مرة ذهبت الى شركة تركية وبعدين وجدت شاب فانت في سنة كم يا ابني قال لن في السنة العامة شاب تركي صغير فقال تقول له ياللي عاوز يخش ادرس القانون الدولي تقول له يا ابنة بضاحت وقت قانون الدول ايه وقتعي ولا له لازمي قانون الدول انا اقول لك اوفك كلمة ايه بغاطا ظالمين انا بخليت واحد اخ عربي كان موجود قلت له ترجيم له بقى هو ده قانون الدول رايح نبغج بعمل فيلم الحمضان ده كله وانا عدت ما عدنا لدي السنة كاملة في كونية العام جامعة القهرة عن قانون الدولي وفي الايه قانون الدولي ايه تعريفه اصلا تلعب راه بمن يملك القوة والقوة هي القانون الكلام ده قاله عبدالرزق الصنهوري في مذكراته قال ايه القانون لا يوجد الا بين قوتين متكافئتين في القوة او الضعف اما حيث يوجد القانون اما حيث يوجد القانون اما حيث يوجد القوة فالقوة هي القانون طيب نرجع لموضوع كتالونيا هيوصل معهم كتالونيا معهم قوة لا براحة عن درقه طيب اللي عملته حكومة كتالونيا صح والغلط صح انت بتقول لي ما عايش قوة والناس دي جات من الاخر كمفروض الاول يبدأوا بالقوة لا لانه احيانا الامور بتحتاج مواقف تبدأ هي التي تؤسس نظرية يعني هو الموقف تقرير المصر ده موقف نظري اصلا خلوش يعني موقف ليش كما في الميداة ولكنها بتبدأ تخلق قضية مش هم نقول اديولوجيا تقرير المصر ده مقول لي ان اديولوجيا بتاعتنا مؤيدة هكذا ازا حصل الانتخابات في عدد الرئيس مرسي زي الانتخابات اللي حصل قبل اردوغان وحصل فان قلبات عسكرية الانتخابات بتقولي ان الحكم العسكري غير شارع وغير اخلاقي لذلك احكلمنا على القوة ولكن فيه القوة الاديولوجية او القوة الاخلاقية يعني اللي ينتصر في الحرب لابد يأتي باديولوجيا تبرر موقفه ويقنع بها الناس او يفرض الاقناع به يعني الشيعيين انت احتلت الاراضي في روسيا وكذا او الامريكان انت احتلت العالم العار ويحتلت كذا لابد تجيب اديولوجيا تقول انا بنشر الحرية وكذا وتعمل على اقناعهم بهذه الاديولوجيا لان لو ما اقتع نومش بهذه الاديولوجيا يبدأ رد فعل مضاد وحربي ولما يبدأ الاديولوجيا دي تنهزم فكريا تبدأ القوة العسكرات تبعها لانهزام يعني هي تقدر تقول البيضة ولا الدجاجة من اللي جي اول ومن اللي بيجيب التاني هذه هي القصة ارجو مشاهدين ان تكون الصورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته